الفوضى اللي وصلنا لها افكتبا اليوم من عقلية الناس اللي يتفكر كيفك الشارع ما نستعملوه إلا ضد الاستبداد ليلي بابا الشارع وتحركات الشارع بالعكس تبعد ديناميكية ديمقراطية يعني كي تلقى شارع يتحرك في ديمقراطية هكيكا تعرف انك انت في ديمقراطية كي تلقى الناس ما تخافش والناس تخرج وتعبر والناس تخرج وتتظاهر كي ما تعجبهاش قرارات حكومة والناس تخرج وتضغط على الحكومة انتاحة والناس تخرج وتطالب بتعديل قوانين أو طالب بقوانين أو إلى آخره هكي نعرف روحنا في ديمقراطية تعرف روحك في ديمقراطية كي الشارع يكون يغلي كي الشارع في حركية مش فيه خوف كما اليوم لأنه افكتبا كي الشارع ما عادش الحكومة تسمعوا يولي يتلفت للفوضى يولي يقبل الانقلابات لأنكم ما سمعتوهش ولأنه خرج ولأنه تكلم ولأنه قعدتوا في البرلمان تتخابتوا واحدة بكاسك والاخر بهكا درشنية يعمل له والاخر يصرفك في الاخر والاخرة تصرفك في الاخر قعدتوا في عرك سياسي بيدائي طفولي ها؟ طفوليتكم انت على الجامعة خاطر وقتها مزلتوا مكبرتوش قعدتوا في العرك هذاكا والشعب التونسي قعد مباهم عملها كي قعد يقول توا هيدم حكام توا هيدم ينجموا يسيروا دولة توا هيدم ينجموا معناتها يقدموا بالبلاد هيدا اش سار يعني العقلية اللي انت توا تحكي فيها انو الشارع ما نستعملوه كان مش نخرجو ضد الاستبداد هي العقلية اللي وصلتنا للانقلاب والفاوضى اللي احنا فيها لأنو كتكون في جو ديمقراطي يا بابا الغالي راهي المظاهرات الان في بارتي الان في بارتي دو جو ديمقراطي راهو التحركات الشعبية والمطالب وكذي الان في بارتي دو الديناميكية الديمقراطية راوك يبدأ الشارع يغلي هذيك هي ديمقراطي صوت الشعب ماهوش كان في الصندوق دونك الفوضى يا بابا الغالي اللي وسنالها اليوم هي من العقلية اللي انت تحكي به هي انو هايا كهو حكمنا سيبوه معتش نتلفتو للشعب والمطالب الشعب والي صوت الشعب اللي هو افكتيو ما في الشارع أبار صناديق صناديق اذيك اكيت اما الشارع زيدة لازمكم تسمعوه والناس اللي حكمت ما سمعتش الشارع انسيت الشارع انسيت المطالب الشعبية اللي كان اول شعار للثورة ذا شغل حرية كرامة وطنية فالشعب شرقاء القانستة خبت